اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت خلية الاعلام الحربية العراقية عن قتل 16 فردا من تنظيم داعش بقصف جوي على اطراف مدينة ثلعفر شمال غرب العراق ونفذ طيران الجيش 14 طلعة جوية ضمن عمليات قادمون يثل عفر واسفرت الضربات عن تدمير درجتين ناريتين وتفجير احد اوكار داعش في اطراف القضاء في سوريا تتواصل البعارك بين المعارضة وقوات النظام وميليشياته في بدية السويداء جنوب سوريا دون تغييرات تذكر على خريطة السيطرة في تلك المنطقة واستهدفت قوات المعارضة مواقع النظام في منطقة ودي محمود وقتل الشعاب ببدية السويداء برشقات من صواريخ الاجراد تعدت المئة صاروخ واستهدفت مواقع تمركز الميليشيات الايرانية التي تكبدت خسائر في الارواح والعتادة قال وزير الدفاع الامريكي جيم ماتس ان التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ستشمل على قوات امريكية اقل مما كان عليه الامر في العام السابق وذلك بسبب التأكيدات الحالية على التكامل بين قوات الحلفاء وليس بسبب التوترات الحالية مع كوريا الشمالية وترى بيونج يانج ان هذه المناورات هي محاكاة استفزازية لاشتياح اراضيها وفي كل سنة تلوح برد عسكري نشرت السلطات الاسترالية دليلا لكيفية الاحتراز من عمليات الدهس في الاماكن العامة بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت نيس وبرلين ولندن وبرشلونة وطلبت الحكومة الاسترالية تقريرا حول التدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها بعد اعتداء نيس في جنوب شرق فرنسا نزح الالاف من سكان مدينة في اقليم كراس نودار بجنوب روسيا بعد ان تسببت الامطار الغازيرة في اغراق اجزاء كبيرة من المدينة وقامت فرق الطوارئ والبالغ عددها تسعة فرق بصحب البياه من المنازل المتضررة حقق ندي ريال مدريد فوزا كبيرا على نظره ديبورتي فولا كورونيا بثلاثة اهداف دون مقابل ضمن الجولة الاولى من الدور الاسبانية وافتتح الويلزي جاريت بيلا تسجيل في المباراة في الدقيقة العشرين قبل ان يضيف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في دقيقة السابعة والعشرين واختتم الالماني توني كروسا ثلاثية في دقيقة الثانية والستين قبل ان تشهد المباراة اضاعة ديبورتيفو لركلة جزاء ومن ثم طرد المدفع الاسباني سيرجيو راموس تصدر فيلم الحركة والاثارة دي هيتمنز باديغارد ارادات دور السينما في امريكا الشمالية حسب ما اظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد وحقق الفيلم ارادات بلغت 21 مليون وستمائة الف دولار نهاية المجاز الى اللقاء